المزمور المئة والحادي عشر هللويا أحمد الرب بكل قلبي في مجلس المستقيمين وجماعتهم عظيمة هي أعمال الرب مطلوبة لكل المسرورين بها جلال وبهاء عمله وعدله قائم إلى الأبد صنع ذكرا لعجائبه حنان ورحيم هو الرب أعطى خائفيه طعاما يذكر إلى الأبد عهده أخبر شعبه بقوة أعماله ليعطيهم ميراث الأمم أعمال يديه أمانة وحق كل وصاياه أمينة سابدة مدى الدهر والأبد مصنوعة بالحق والاستقامة أرسل فداء لشعبه أقام إلى الأبد عهده قدوس ومهوب اسمه رأس الحكمة رأس الحكمة مخافة الرب فتنة جيدة لكل عامليها تسبيحه قائم إلى الأبد المزمور المئة والثاني المزمور أشرق في الظلمة للمستقيمين هو حنان ورحيم وصديق سعيد هو الرجل الذي يترأف ويقرد يدبر أموره بالحق لأنه لا يتزعزع إلى الدهر الصديق يكون لذكر أبدي لا يخشى من خبر سوء قلبه ثابت متكلا على الرب قلبه ممكن فلا يخاف حتى يرى بمضايقيه فرق أعطى المساكين بره قائم إلى الأبد قرنه ينتصب بالمجد الشرير يرى فيغضب يحرق أسنانه ويذوب شهوة الشرير تبيد المزمور المئة والثالث عشر هللويا سبحوا يا عبيد الرب سبحوا اسم الرب ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح الرب عال فوق كل الأمم فوق السماوات مجده من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي الناظر الأسافلة في السماوات وفي الأرض المقيم المسكين من الطراب الرافع البائسة من المزبلة ليجلسه مع أشراف مع أشراف شعبه المسكن العاقرة في بيت أم أولاد فرحانة هللويا المزمور المئة والرابع عشر عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم كان يهوذ مقدسه وإسرائيل محل سلطانه البحر رآه فهرب الأردن رجع إلى خلف الجبال قفزت مثل الكباش والآكام مثل حملان الغنم ما لك أيها البحر قد هربت وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف وما لكن أيها الجبال قد قفزتنا مثل الكباش وأيتها التلال مثل حملان الغنم أيها الأرض تزلزلي من قدام الرب من قدام إله يعقوب المحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلى ينابيع مياه المزمور المئة والخامس عشر ليس لنا يا رب ليس لنا لكن لسمك أعطي مجدا من أجل رحمتك من أجل أمانتك لماذا يقول الأمم أين هو إلههم إن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع أصنامهم فضة وذهب عمل أيدي الناس لها أفواه ولا تتكلم لها أعين ولا تبصر لها آذان ولا تسمع لها مناخر ولا تشم لها أيدي ولا تلمس لها أرجل ولا تمشي ولا تنطق بحناجرها مثلها يكون صانعوها بل كل من يتكل عليها يا إسرائيل اتكل على الرب هو معينهم ومجنهم يا بيت هارون اتكل على الرب هو معينهم ومجنهم يا متقي الرب اتكل على الرب هو معينهم ومجنهم الرب قد ذكرنا فيبارك يبارك بيت إسرائيل يبارك بيت هارون يبارك متقير رب الصغار مع الكبار ليزد الرب عليكم عليكم وعلى أبنائكم أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض السماوات سماوات للرب أما الأرض فأعطاها لبني آدم ليس الأموات يسبحون الرب ولا من ينحدر إلى أرض السكوت أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر هللويا سفر الأمثال الفصل الثالث والعشرون إذا جلست تأكل مع ذي سلطة فتأمل بإمعان فيما هو أمامك وضع سكينا لحنجرتك إن كنت ذا شره لا تشتهي أطايبه فإنها طعام خادع لا تتعب لكي تصبح غنيا لتكفك فتنتك عن هذا هل تتجه عيناك نحوه وهو ليس بموجود فإنه قد صنع لنفسه جناحين وطار كالنسر نحو السماء لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه لأنه كما يفكر في نفسه هكذا يكون يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتهدر كلماتك العذبة لا تتكلم في أذني غبي فإنه يحتقر ما في كلماتك من تعقل لا تنقل الحد القديم ولا تدخل حقول الأيتام فإن وليهم قوي وهو يقيم دعواهم عليك وجه قلبك للتأدب وأذنيك إلى أقوال المعرفة لا تمنع التأديب عن الصبي فإنك إن ضربته بعصا لا يموت إن ضربته أنت بالعصى فإنك تنقذ نفسه من الهاوية يا بنية إن كان قلبك حكيما يفرح قلبي أنا أيضا وتبتهج نفسي إذا تكلمت شفتاك بالاستقامة لا يحسدن قلبك الخطأ بل كن في مخافة الرب اليوم كله فإنه لا بد من العاقبة ورجاءك لا يخيب اسمع أنت يا بنيا وكن حكيما وأرشد قلبك في الطريق لا تكن بين شريبي الخمر وبين النهمين في أكل اللحم فإن السكير والنهم يفتقراني والنوم يكسل إنسان الخرق اسمع لأبيك الذي ولدك ولا تحتقر أمك إذا شاخت اقتني الحق ولا تبعه وكذا الحكمة والتأدب والفهم أبو الصديق يبتهج ابتهاجا ومن ولد حكيما يسر به ليفرح أبوك وأمك ولتبتهج التي ولدتك يا بنيا أعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي فإن البغية هوة عميقة والغريبة حفرة ضيقة فهي تكمن كلص وتزيد الغادرين بين الناس لمن الويل لمن الشقاء لمن المنازعات لمن الشكوى لمن الجروح بغير سبب لمن احمرار العينين للذين يدمنون الخمر الذين يذهبون في طلب الشراب الممزوج لا تنظر إلى الخمر إذا احمرت وظهر حبابها في الكأس وساغت تترقرق في الآخر تلسع كالحية وتلدغ كالأفعوان تنظر عيناك غرائبا وينطق قلبك بأمور ملتوية وتكون كمتجع في قلب البحر أو كمستلق على رأس سارية تقول لقد ضربوني ولم أتوجع لقد لكأوني ولم أشعر متى أستيقظ فأعود إلى التماسها ترجمة نانسي قنقر